بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مالأستاذ محمد البخاري في هذا الفيديو دائما في إطار كتاب المتعلم والمتعلمة من هل النشاط العلمي اليوم غادي ندير معكم الحصة الرابعة من الوحدة الرابعة الحصة للعنوان ديالها هو تطور جنين كل من البيوض والولود إذن غادي نتعرفو كيفاش كيتطور الجنين ديال الحيوانات البيوضة وكيفاش كيتطور الجنين ديال الحيوانات الولودة دائما ضمن الوحدة الرابعة الخاصة بتوالد الحيوانات إذن الأهداف دير هذا الدرس هما استنتج أن جنين الحيوانات البيوضة ينمو ويتطور داخل البيضة يعني غاستنتجو بأن جنين الحيوانات البيوضة كينمو وكيتطور داخل البيضة أما بالنسبة جنين الحيوانات الولودة ينمو ويتطور في بطن أمه كينمو وكيتطور في البطن ديال أم دياله جيد إذن أنا دائما كم أعودكم كم بدأوا بصورة الانطلاق وكذلك بالوضعية المرفقة في ألاحظ إذن لاحظوا الصورة تبين ولادة عجل وخروج كتكوت بعد الفقس لاحظ هنا يا عندنا واحد الكتكوت خارج من البيضة بعد الفقس وهنا يا عندنا واحد العجل عجل صغير بعد ولادته مثلا بدقائق مفهوم الآن غد انقرأوا هذا الوضعية صادفت زيارة سامير لضيعة عمه ميلاد عجل وفقس بيضة دجاج والتقط صورا كما تساءل عن الفرق بينهما إذن هاد سامير أزار عمه اللي في البادية لك أصدف بأنه هاد عمه غادي تولد له البقرة وغادي تفقس له كذلك الدجاجة الكتكوت الصغر والتقط صورا عديدة لهذه العملية يعني ميلاد العجل وكذلك تفقيس البيضة يعني خروج الكتكوت الصغر سعيد خبيل إذن بوضع العلاقة ما بين هذه الوضعية وكذلك بالصورتين المرفقتين لها غادي نحاول نقترح سؤال التقصي وكذلك غادي نعطيه الفرضيات من أجل التحقق منها في التحقق إن شاء الله نفهم إذن سؤال التقصي اللي غادي نطرحه إذن كما عاودتكم واللينا نكسبه سؤال التقصي في الدفصة جميعا إذن سؤال التقصي والفرضيات إذن سؤال التقصي اللي ممكن نطرحه هو هذا لماذا لماذا خرج خرج الكتكوت كتكوت لماذا خرج الكتكوت من البيضة من البيضة من البيضة بينما خرج خرج العجل من بطن بطن أمه يعني البقرة هذا تساؤل مهم يعني تساؤل يمكننا نعتبره سؤال للتقصي لماذا الكتكوت خرج من البيضة بينما ذاك العجل الصغير خرج من البطن دي الأمه يعني من بطن البقرة نسبة للفرضيات يعني ممكن تبوه أفترض أنه مثلا أفترض أنه أنه عند أنه عند الحيوانات مثلا عند الحيوانات الولودة نمو الجنين الجنين يكون داخل داخل رحمي الأم نكف نحن فضل حلاعدنا يعني البقرة نكف أه أما بالنسبة بالنسبة للدجاج يعني الحيوان البيض فهو خارج الرحم في البيضة لأنه حيوان بيض أنه هاد الدجاج حيوان بيض دكو الآن الافترض دينا بأنه الحيوانات الولودة الجنين ديلها كينمو داخل رحم الأم يعني داخل رحم البقرة في المثال اللي عدنا بالنسبة للدجاج هو حيوان بيض الجنين كينمو خارج الرحم يعني كينمو خارج الجسم الأم يعني في البيضة ستخيب عندما سنتأكد من صحة هذه الفردية بدراسة أنشطة أتحقق صفحي بدراسة أنشطة أتحقق انتبه معي إذن أتحقق سؤال أول أقارن الرسمين لأتعرف مكان نمو صغار الحيوانات بيوضة وولودة ثم أعبر شفاهيين مزيد إذن نقارن الرسمين لدينا الرسم رقم واحد لكي يبيل لوحد البقرة في رحمها موجود هناك عجل صغير دكو هناك رحم هناك سائل سلوي فين كيعيش دك الصغير دك العجل الصغير هنا عدنا جانين هو هذا حبل سري الذي يربطه العجل الصغير بالأكل إذن من هذا الحبل السري من فين كي يأكل هذا العجل الصغير أها حبل السري به عرق دموية إذن دك الحبل السري كيكون فيه عرق دموية تسمح بمرور دك الغداء إلى العجل الصغير مفهوم نسبة الصورة الثانية كتوضح لماذا؟ كتوضح لدجاجة هنا في الدجاجة لا يوجد جانين لا يوجد جانين من بعد عملية الحضم من طرح الدجاجة كانت تعطيني بيضة فيها كتكوت صغير هذا الكتكوت داخل البيضة هي القوقعة هنا يوجد محن شعيرات دموية أبيض البيض هذا هو الجانين يعني هو الكتكوت وغرفة الهواء يعني موجود هواء لكي يتنفس هذا الكتكوت جيد هنا جانين في بيضة وهنا جانين في بطن أمه صفي نعرفنا الفوارق نفعب هنا لا يوجد الجانين موضوع أو موجود في رحم الأم لكن هنا موجود داخل البيضة خارج رحم الأم جيد ثانيا أستنتج كيف يتغدى الجانينان وظروف تطورهما يعني سيستنتج كيف تغدى هذا الجانين هذا اللي هو عبارة عن كتكوت في بيضة وكيف تغدى هذا الجانين هذا اللي هو عبارة عن عجل صغير داخل رحم أمه أي البقرة إذن الاستنتاج هو كالتالي بالنسبة للجانين يعني الكاتكوت يتغدى نحاول نختصره بنسبة للكاتكوت يتغدى يتغدى على محين وأبيض البيض بيضة ونموه نموه داخل يكون داخل البيضة ونموه للكاتكوت يكون داخل البيضة ومصادر التغذية يكون المح وكذلك أبيض البيض بالنسبة للعجل الصغير يعني الجنين الجنين طبعا يعني هذا يتغدى عبر الحبل السري عبر الحبل السري ما تتغداه أمه أمه وينمو داخل رحميها إذن بالنسبة للعجل الصغير يتغدى على ما تتغداه البقرة الكبيرة عبر ماذا يدزلوا هذا المكلة يدزلوا عبر هذا الحبل السري هذا الحبل السري اللي يكون مرتبط بالبقرة والجنين والنمو ديال هاد الجنين اللي هو العجل كيكون داخل الرحم داخل رحم أمه أي البقرة ستتغب يعني دل بغا ديندوزوا أستخلص ودوينوا استنتاجاتي في دفتر التقصي إذن هناك يكون مطلب منكم أنكم دونوا يعني أنكم تكتبوا الملخص في الدفاتر ديالكم ديال التقصي ما فهم؟ لكي تتذكرون مجموعة من المعلومات ما فهم؟ سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية إذن أستخلص يتطور جنين البيوضي داخل البيضة يعني كي تطور جنين الحيوانات البيوضة في البيضة التي توفر له ما يحتاجه من غداء وهواء إذن الجنين ديال الحيوانات البيوضة كي يعيش في البيضة اللي كتوفر له كل ما يحتاجه من غداء وهواء بينما يتطور جنين الولودي داخل رحم الأم التي تمده عبر الحبل السري سلة الوصل بينهما بما يحتاجه لينمو إذن بالنسبة للحيوانات الولودة داك الجنين ينمو داخل رحم الأم التي تمده عبر الحبل السري داك الأم كتمد داك الجنين ديالها بما يحتاجه من غذائن وهو إلى غير ذلك عبر الحبل السري داك الحبل السري هو صلة الوصل ما بين البقرة و الجنين ديالها صفية جو رتين لفوتس دي زوفيبار سدبلوپ دان لف كي لغانتي سا نوريتور سا ربعش ألبي اور سا ربعش فول وغانتي سا ربعش يقول لغانتي سا نوريتور يقرأت بجانا لذلك طريق الاجتور؟ حسناً لذلك الوحدد المعقل هذا Labل السري هو الرحلة السري الأولى أنه ليس معه يعني على وصل الوحيد الموجود بين البقرة والجنين السري أولاً ثانياً أولاً السؤال أولاً تركبوا جملة مفيدة باستعمال الكلمات التالية إذن سنحاول هذه الكلمات نرتبها لكي نكون واحد الجملة مفيدة إذن لدينا جنين يتغذى الطيور بعيداً أمه البيضة عن بمخزوني إذن أول شيء نبدأ بها هي يتغذى 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 شكو جنين يتغذى جنين جنين الطيور يتغذى جنين الطيور بعيداً يعني بعيد بعيداً عن أمه بعيداً عن أمه بمخزون البيضة إذن الجنين دي الطيور كيعيش أو يتغذى بعيداً عن أمه بمخزون البيضة بمخزوني البيضاء سوف نكون الجزنة ولا ركبنا جملة مفيدة نطلق من هذه الكلمة دابع سوف نشوفوا الكيسون 2 لكوردان امبليكال لكوردان امبليكال يساعدون بشأن الفوتوس هذا هو الحبل السري الحبل السري ما يقولون؟ يعني يضمن البقرة وكذلك الحيوانات الولودة أنها تعطي لجنينها كل ما يحتاجه هذه التلميذ تكتب بأن هذه العبارة خاطئة هذه العبارة بأن الحبل السري كيضمن البقرة أو للحيوانات الولودة أنها تعطي لجنينها كل ما تحتاجه هذه العبارة خاطئة أقل واشنطن موافق له نون نون أنا لم أتفق معه لماذا؟ حيث الكوردان امبليكال الذي هو الحبل السري هو الصيلة الوحيدة للأم مع الجنين وفيه كالدوزل كل ما يحتاجه من غذاء وهواء مفهم؟ إذن هذه العبارة صحيحة هذه العبارة خاطئة هو قال هذه العبارة خاطئة هو اللي خاطئ داكو إذن العبارة صحيحة إذن ماذا متفق معه إذن هذا سوف نكون قمت فيديو ديال اليوم ترقبوا الفيديو القادم إن شاء الله اللي سوف ندر فيه صبحة 52 إن شاء الله من الكتاب المدرسي منها لما شاء الله من مستوى الخامس الاتدائي كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى